اهلا وسهلا بكم في كناة بوسي كوروشي هنعمل النهاردة فراولة هنعملها بفصل كتاب ممكن نعملها مداليا ممكن نعملها بمداليا نعلق فيها المفاتيح وممكن نعملها ان احنا نزين بها المطبخ هنعملها النهاردة فصل كتاب كل اللي هنجيبه هنجيب بواقي خيوط عندنا مش هتاخد خيوط كتير انا هستخدم الخيط الاغضر والاحمر والخيط طفعة 3 متوسطة نشوفها اياه ومشتخينة هستخدم معي ابرة مقاس 3 وهجيب ماركر وهجيب ابرة التنظيف ومقص هنشتغل الاول باللون الاغضر هنشتغل عقدة البداية بعد كده هنشتغل عشرة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة وهروح عند اول غرزة سلسلة وهاشتغل فيها غرزة منظلقة كون معي الحلقة بالشكل ده كده هرتفع تلاتة سلسلة ودول هيكونوا معي اول عمود بلفة هلف الخيطة على الابرة وهدخل جوه الدايرة واشتغل غرزة عمود بلفة بعد كده هلف الخيطة على الابرة هدخل جوه الدايرة بالحلقة وهاشتغل فيها غرزة عمود بلفة برضو هشتغل انا كده اشتغلت ارتفعت تلاتة سلسلة هتبارهم اول عمود واشتغلت عمودين هشتغل كمان تلاتة عمود كده اربعة كده خمسة كده سبتة يبا اشتغلت خمسة عمود زائد التلاتة سلسلة الارتفاع هيكونوا معي ستة غرزة عمود بلفة هنتقل للسطر التاني وهرتفع تلاتة سلسلة وهلف الشغل بنفس المكان اللي ارتفعت منه الاتنين سلسلة التلاتة سلسلة هدخل واشتغل فيه غرزة عمود بلفة يعني هشتغل تزايد الغرزة اللي بعديها هدخل فيها واشتغل فيها اتنين غرزة عمود بلفة الغرزة اللي بعديها برضو هشتغل فيها اتنين غرزة عمود بلفة هشتغل في الغرزة اللي بعديها اتنين غرزة عمود بلفة وفي الغرزة اللي بعديها هشتغل فيها اتنين غرزة عمود بلفة وصلنا عند التلاتة سلسلة وادخل فيهم وادخل في تالت سلسلة واشتغل فيها اتنين غرزة عمود بلفة برضو كده واحد وفي نفس المكان هشتغل كمان واحدة يبقى كده اتنين انا كان معي في الراوند اللي فوق ستة غرزة عمود هنا اول سطر اشتغلته ستة غرزة عمود بلفة لو عدت هنا الغرز هتكون معي اتناشر غرزة عمود بلفة تلاتة سلسلة هتبارهم عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسة عشر حدوشة تلاتة سلسلة يبقى اتناشر غرزة عمود بلفة انا المفروض هنا مطلعش من الاخر عمود هعمله تاني هلف الخيط على الابرة وادخل هطلع من حلقتين بس وهسيب حلقتين على الابرة علشان هغير لون الخيط هجيب للون الاحمر همسكوا بالشكل ده كده بدل ما اطلع من اللون الاخدر هطلع باللون الاحمر بعد كده هلف الشغل هلضهره وهربط الفتلتين الاخدر والاحمر في بعض لما بتحب تغييري لون في اي حاجة ما بتكمليش لف بالغرزة بتطلعي باللون التاني واقص اللون الاخدر لاني مش هستخدمه تاني غرف الشرشيب بتاعت الفاصل يبقى انا كده هستخدم اللون الاحمر هرتفع غرزة سلسلة اي غرزة سلسلة واحدة وهلف الشغل هدخل هنا في اول غرزة وهشتغل فيها غرزة حشو طبعا الخد هبدخله في شغل من جوه لما نخلص هرتفع تلاتة سلسلة وهروح للغرزة اللي بعدها على طوله هشتغل فيها غرزة حشو وبعد كده هشتغل تلاتة سلسلة وهروح للغرزة اللي بعدها على طوله هشتغل فيها غرزة حشو هدخل دور 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 د بروح للغرزة اللي بعديها وبشتغل فيها غرزة حشو تلاتة سلسلة غرزة حشو تلاتة سلسلة الغرزة اللي بعديها على طول بشتغل فيها غرزة حشو وبفضل مكملة بنفس الطريقة تلاتة سلسلة حشو تلاتة سلسلة حشو وصلت عند تلاتة سلسلة الارتفاع وهاشتغل تلاتة سلسلة واروح عند تالت سلسلة هدخل فيها واشتغل فيها غرزة حشو يكون معي الراوند ده بالشكل ده كده هشتغل الراوند البعد كده وهشتغل سلسلة هروح عند اول فراغ تلاتة سلسلة هيقابلني وهشتغل فيه غرزة حشو وبعد كده هشتغل تلاتة سلسلة وفراغ التلاتة سلسلة اللي بعديها هشتغل فيه غرزة حشو هحط المركر هيكون معي ده اول فراغ بداية الدور بعد كده هشتغل تلاتة سلسلة واروح في فراغ التلاتة سلسلة اللي بعديه وهشتغل فيه غرزة حشو وهشتغل تلاتة سلسلة وفي فراغ التلاتة سلسلة اللي بعديه هشتغل فيه غرزة حشب وباشتغل تلاتة سلسلة وفي الفراغ التلاتة سلسلة اللي بعديه بادخل فيه وباشتغل فيه غرزة حشب تلاتة سلسلة وفي فراغ التلاتة سلسلة باشتغل غرزة حشب هكمل كده بنفس الطريقة ان انا برتفع تلاتة سلسلة وفي فراغ التلاتة سلسلة بادخل واشتغل فيه غرزة حشب هكمل لحد ما وصل لنهاية الدور وهرجع لك دي اشتغلت بنفس الطريقة وصلت لآخر فراغ تلاتة سلسلة هرتفع لأول تلاتة سلسلة وهروح لآخر فراغ وهشتغل فيه غرزة حشو برضو بنفس الطريقة كده نهاية الدور لو لاحظنا ان احنا لو عدينا الفراغات هنا هلاقيهم لما نزلت سطر هلاقيهم نزلوا فراغ وكل ما ارتفع هلاقيهم نزلوا لان انا بعمل غرزة حشو في اول سلسلة فالفراغ ده بنتجهله دلوقتي هرتفع سلسلة وهلف الشغل هشتغل في اول فراغ برضو غرزة حشو وبعد كده هشتغل تلاتة سلسلة وهروح هنا عند فراغ تلاتة سلسلة وهشتغل فيه غرزة حشو دي لو مش عندك المركر دي عادي ممكن تحطي اي خيطة يعني انا هحط هنا خيطة اعلم بيها بداية الدور عشان بس ما نتلقباتش واشن احنا شغالين فممكن تحطي اي حاجة خيط مركر اي حاجة تعليم البداية والنهاية عشان شغلك يفضل مزبوط لان الشغل سابت ان احنا بنشتغل تلاتة سلسلة وبنروح في الغرزة التلاتة سلسلة اللي هو الفراغ ده وبنشتغل فيه غرزة حشو تلاتة سلسلة وفي الفراغ بنشتغل غرزة حشو تلاتة سلسلة وبنشتغل في الفراغ غرزة حشو هي بداية الدور بس اللي هي بنرتفع غرزة سلسلة واحدة وبندخل في اول فراغ وبنشتغل فيه غرزة حشو انما الشغل بعد كده سابت ان احنا بنرتفع تلاتة سلسلة وبنروح لفراغ التلاتة سلسلة اللي بعدها على طول وبنشتغل فيه غرزة حشو كده وصلت لاخر فراغ تلاتة سلسلة في السطر ده هشيل المركر وهشتغل غرزة حشو بعد ما ارتفعت طبعا التلاتة سلسلة دلوقتي هرتفع سلسلة واحدة دي بداية الدور هي اللي بس اللي احنا بتفرق في كل سطر احنا بنرتفع سلسلة وبندخل في اول فراغ هنا وبنشتغل فيه حشو وبعد كده بنشتغل عادي تلاتة سلسلة بنروح هنا عند الفراغ الاولاني اللي هو فراغ التلاتة سلسلة وبنشتغل فيه غرزة حشو وبنحط المركر وبعد كده بنرتفع تلاتة سلسلة وبنشتغل في فراغ التلاتة سلسلة غرزة حشو وكل ما بيرتفع سطر وكل ما الفراغات معايا بتقل فراغ واحد بس ان انا بشتغل من بداية الفراغ لنهاية الفراغ وفي بداية الدور بيرتفع سلسلة وبدخل في اول فراغ وبشتغل فيه غرزة حشو هكمل بنفس الطريقة كده لحد ما وصل ان يكون معايا فراغين وهرجع لك دين اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما تكون معايا فراغين تحت اهمت هنخليهم فراغ واحد هشتغل سلسلة وهلف الشغل هدخل في اول فراغ وهشتغل غرزة حشو بعد كده هشتغل تلاتة سلسلة وهروح في الفراغ التاني وهشتغل فيه غرزة حشو بعد كده هشتغل غرزة سلسلة وهرتفع وهقص الخيط نكون معايا بالشكل ده كده طبعا الخيط ده كله زي ما اتفقنا هندخله في شغل من ورا هدخل الخيط في الشغل وهرجع لك دين ودخلت الخيط اهو في الشغل من جوه بقت معايا بالشكل ده كده هجيب كتعة كارتون طول اللي انا عاوزين هجيب الخيط وهلفو عليها بالشكل ده كده عشان اعمل الشرشيب طبعا انت بتلفي الخيط على حسب السمك اللي انت عايزها للشرشيب ولا هغنش عايزات خينة او رفيعة انا هكتفي بالحجم ده هجيب المقص هاقص الخيط كون معايا قطاع خيط بالشكل ده كده هجيب كتعة خيط اطول منهم هتنشرشوا بتين على بعدي كده هكتنون نصين هربط الخيط عليهم من هنا كده هفضل الف كزا لفا بعد كده هربط الفتلتين في بعض هربطهم جمد علشان نتفكش معايا هربطهم جمد علشان نتفكش معايا الخيط ما يكونش خيط معايا طويل وخيط قصير عندي الفتلتين دولي هدخل بالابرة تحت الخيط اللي انا عملتها واسحابهم ادخلهم على الخيط بتاعت الشرشوبة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 تكون معيه بالشكل ده كده هدخل برض الخيط ده هنا مع الشرشيب وهسوي معيهم برضه هتكون معيه بالشكل ده كده والخيط ده برضه هدخله بابرة التنظيف هدخله وازبطها وارجعلكم تانية واريكو شكلها نهيئة يكون عاملة زي اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهيئة الدور وبقت معيه الفراولاية بالشكل ده كده شكلها جميلة وطريقتها بسيطة ممكن تستخدميها لوحدها من غير الشرشوبة دي نتعمليها مداليا وممكن دلوقتي تستخدميها فاصل للكتاب شكلها جميل جدا وشيك وبتستخدميها بباقي الخيوط طريقتها سهلة وبسيطة مش بتاخد وقت ولا خيط كتير هتكون معيه بالشكل ده كده لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة شكرا 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 مقعد